بعد الأخبار التي راجت حول انقطاع متكرر لتيار الكهربائية أدى إلى قطع التموين بالطاقة لبعض محطات توزيع المياه خرجت شركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لتنفي أي انقطاعات من هذا النوع أو حتى القطع العمدية للكهرباء على محطات المياه تفجأنا الحقيقة بمضمون تصريحات التي تدولتها الصحافة الأيام الأخيرة بخصوص التذبذبات في توزيع الماء والتي يكون مرجعها حسب نفس التصريحات انقطاعات في الكهرباء لذلك نكذب تكتيبا قاطعا ضمون هذه التصريحات ونؤكد أنه بالرغم من كل الصعوبات التي نواجهها ربما على الميدان ولكن الشركة الجزائرية توزيع الكهرباء والغاز من خلال مدرياتها توزيع موجودة على المستوى الوطني اتخذت جميع التدذير من أجل ضمان مناوبة للفرق ولضمان التدخل في حال أي تذبذب في توزيع الكهرباء وكشفت الشركة أن سونالغاز بالرغم من أنها تملك مستحقات مانية لم تسددها بعض الشركات إلى أنها لم تتخذ أي قرار بقطع الكهرباء حتى إن وجدت مستحقات لدى محطات ضخ المياه أو أبار المياه مديات التوزيع تم تنع عن تعليق التموين بالكهرباء لهذه المصالح لأنها مرتبطة برفاهية المواطن وهو نوعي منها بعدم المساس لحياة اليومية المواطنة وتسببت أزمة انقطاع المياه ونقص الخدمات الأساسية خلال أيام عيد الأضحى وبداية شهر أوت في حركة واسعة من الأساس